رح نحكي معك دكتورة ولكن حابين هيك نقدم عن الموضوع زينب واناكي عن شي بيقلولو سن اليأس وحيانا بيسموه مصطلح تاني سن الحكمة هلأ بعد في هيك شي سالي هلأ بالأربعين تلاقيهم صبايا أكتر مننا صحيح ايه عن جد يمكن مرتبط أيضا بالروح بالبضاء بعدة أمور يعني مرحلة من المراحل بتنتقل فيها السيدة لمرحلة فينا نقول اكتمال النضج الحكمة وعادة من أشخاص كتير سموها سن اليأس كل هالموضيع على علاقة بالهرمونات بعمل الغداد وكيفية أيضا تنظيمه بجسم الإنسان هالموضيع كله والتفاصيل اللي بنا نحكي فيها بصيرنا راحة باليوم بضيفتنا الدكتورة تغريد حمود أخصائية بالغداد الصم والسكري سعد صباحك سباحكم يا رب أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم سعد صباحك دكتورة يعني عم نحكي عن موضوع يمكن بيسبب حالي نفسية سيئة عند أغلب النساء بأكتر من مؤشر بس يصير بتكتئب أنه أنا معقول صرت بسن اليأس أنه معقول أنا كبرت معقولة هاي المصطلحات اللي هي قديمة هلأ بعد في هيك شي تمام خبرينا عنه أمتى بيبدأ سن اليأس عند المرأة هلأ طبعا لأ نحن الترجمة هي متل ما قالت متل ما حكيته إنه مو مظبوطة كتير يعني هي إذا بنا نجي نحكي بالإنجليزي واسمه المينو بوز يعني هو سن توقف دورة تمصية أنه ما عد في دورة تمصية عند الأنصاص نحن أجينا لأنه هي فعلا بسبب الجهل من يعني بالزمن الماضي ما يخلينا نقول أنه كانت فعلا ما تفهم شو عم بيصير معها تحس أنه انقطعت الدورة وتحس أنه دخلت بتغيرات جسمية تغيرات نفسية فعلا تميل للإكتئاب لأنه ما عم تفهم شو عم بيصير معها فكانوا يسمونه سن اليأس أنا برأي أنه هذا شي غلط يعني أنه ما لازم هيك يتسمى هو سن انقطاع وتوقف الدورة تمصية فقط يعني سن توقف النشاط التناسلي أنه هي فقط اللي بتفقده أنه ما عد عندها قدرة على الإنجاب وفقط لا غير هلأ شو اللي بيتغير نحن إذا بنا نجي على الناحية الهرمونية اللي بيتغير عند الأنصة أنه نحن الإناص دائما طبعا نحن عندنا هرمون زكري وهرمون أنسوي والزكري نفس الشي عنده هرمون أنسوي وهرمون زكري بس عند الأنصة الهرمون الأنصوي هو السائد يلي هو اسمه الأستروجين طبعا الأستروجين هو هرمون كفعالية فيزيولوجية وبيولوجية بالجسم هو هرمون قوي جدا جدا يعني إذا أخذنا جزيئة أستروجين هي بتعادل ألف ضعف كفعالية بيولوجية جزيئة استسترون يلي هو الهرمون الزكري إذن هو هرمون كتير قوي لذلك الأنصة تلاقيه عندها قدرة أكتر على التحمل عندها قدرة أكتر على أنه بتشتغل بأكتر أحيانا من اتجاه بتربي بتدير بالها على يعني بتقوم بواجبات أكتر يعني الرجل دائما بيشتغل يعني عفوا من الزكور بيشتغل دائما باتجاه واحد هذا معروف يعني حتى بالعلوم النفسية والفيزيولوجية معروف الزكرة ما في بيركز على أكتر من شغلة فهي شو بيصير في عندها أنه طبعا هلأ إذا بدنا نجي بيعني سنة اليأس أو سنة وقف الدورة التمصية هي أفضل هو الحقيقة بيختلف حسب النساء وحسب جسم الأنساء والوراسة هلأ في بعض النساء بيصير عندهم انقطاع طمص مبكر يعني سن يأس مبكر ممكن يصير بالثلاثين ممكن يصير بالخمسة وثلاثين ممكن يصير بالأربعينات إذن ممكن بأي مرحلة حسب العوامل بيئية خارجية ومنعرف شو سببها أو حسب الوراسة هلأ إذا بدنا نحكي بشكل عام ووسطي هي الأنساء غالبا بيبلش سن اليأس عندها اعتبارا من سن خمسة واربعين سنة هلأ من خمسة واربعين يعني لا من خمسة واربعين هلأ خمسة واربعين عمره الخمسين غالبا بتبلش تصير عندها اضطرابات بالدورة التمصية مثلا ممكن يصير في عندها دورات تمصية غزيرة ممكن أحيانا ترجع تصير مثلا نزف هيك خفيف بس على مثلا ممكن يدل شهر ممكن ترجع تصير الدورة الطبيعية ومنتظمة كأنه ما صار عندها شيء هلأ هاي الاضطرابات المنبئة يعني هلأ طبعا قبل ما تقرب على بسنتين أو ثلاثة على انقطاع التمصي الكامل يلي هو وسطيا عند أغلب النساء خمسين لاثنين وخمسين سنة من العمر هون طبعا بتصير معنا المرحلة ما قبل سن اليأس هون بتشكي بتبلش الهبات الساقنة بتبلش عندها النوع من الإحساس بالتعب والوان لانهاك الجسمي هلأ بنحكي ليش بتحس فيه اللي هدون الأشياء طبعا في نساء هاي الأمور هاي الأعراب بتزيد هلأ أكتر شيء لإناسيا اللي بيزعجها هو الهبات الساخنة وخاصة هلأ نحنا أنه صرنا أغلبنا يعني أغلب النساء بتميل أنه تكون نحيلة يعني نحيفة أكتر ما أنه هلأ كل ما كنا يعني وزننا أكتر ما في شحم بجسمنا كل ما كان المعاناة من الهبات الساقنة أكتر تمام؟ طبعا بالإضافة للإحساس بالتعب والوان العام نحكي ليش بالإحساس بالوان التعب العام هلأ في نساء ممكن تضل عندهم دورة تمصيل عمر 55 سنة كمان هذا معنو محبز لأنه ليش هلأ نحنا بجسم الإنسان بشكل عام عنا الإنتاج الكريات الحمر كل ما كبرنا بالعمر كل ما بيقل إنتاج الكريات الحمر يعني بعد الخمسين إحنا بالحال العادية عند الرجال والإنس عم يقل إنتاجهم فلذلك هلأ هي ما عندها الإنتاج الكافي من الكريات الحمر وهي بنفس الوقت عم تفقد دم فإذا ما منح استمرار الدورة التمصية ما السنة عمر 55 أو سنتين لا تمام؟ أو السنة الطبيعة يشوي خمسة وغير أغلب النساء بس الأعراض بتبلش من 45 إلى 45 سنة يعني بداية الإضطرابات بتبلش نعم هلأ هي فقدت الهرمون الأنسوي تبعه فقدت هرمون الأستروجين اللي هو الهرمون الأساسي بجسمه مين اللي صار سائد عنده هو هرمون تستوسترون تذكوري ليه كان هلأ هي ما عند عندها يعني ولحسنا الحظ أنه ما عند عندها لأنه هلأ طبعا الأستروجين هو كفيزيولوجيا هو هرمون بيزيد من التمعدن العظمي بيزيد من توضع العزام للكلس بالأعظام هو هرمون جيد لجسمه كتير بيزيد من قدرتها على التحمل بيساعد على التوازن الشوارع هلأ يمكن أن تأخذ مكملات ممكن مثل شي كالسيوم للعظم هلأ نحنا إذا إجينا يعني هلأ نحنا فيه نساء بتقول أنه ممكن نأخذ شوية أستروجين بعد انقطاع الدورة لنخفف من هاي الأعراض يعني هي بشكل أساسي الهبات الساخنة والإحساس بالتعب والوهن العام وتطور هشاشة العزام إذا ما انتبهت على حالها الأستروجين فينا نأخذوا دكتورة أو يأخذوا النساء لما بتبلش عندنا الخربطة مثلا يعني يفضل بعض الأربعين أنه ما تأخذ الأنساء الحقيقة الأستروجين يعني حتى إذا منجي على المقالات العلمية والأبحاث ما في شي بيقلك أني مثلا مثلا بيكونوا هنا في أستروجين تعويدي كحبوب بس النشرات المرفقة بتقلك أني أنا ماني مسؤول ما في دراسات بتثبت أنه ما قلو أضرار طبعا شو هي أهم أضراره هي سرطان السدي وسرطان بطعمة الرحم نعم فنحن بالعكس لحسن الحظ يعني كل ما راح الهرمون مننا بهالعمر كل ما كان أحسن لجسمنا وكل ما كنا بيوقاية أكتر من تطور سرطان السدي نعم يعني حتى لاحظوا مثلا ما بعرف إذا حكيتها مرة عندكم بالبرنامج شو دالي؟ أنه مثلا البرفعنات هلا البرفعنات بطعمة بتطور سرطان السدي ليش؟ لأنه البرفعنات عند قدرة أنه تجي تتثبت على مستقبلات الأستروجين ولكن دراسات تماما فتعمل فعله بس ما بيحكوا فيه دراسات يمكن عم تضارب بين بعض الدكتورة ويمكن أنت أقدر على هذا الشيء كونك عم تقري أبحار ففي دراسات أثبتت أنه لا ما ألا علاقة الديودران أو البرفام بهذا الموضوع بفوتو على الغداد وفي عالم نفيت وفي عالم أكدت هون نحن أمام حيرة لا بس المؤكد مئة بالمئة تمام أكيد أن البرفعنات تقدر لذلك نحن ما بننصح أن نحط على السحية سحية البرفعنات تقدر تتسبب مو بس البرفعنات حتى المبيضات الحشرية اللي من رشة للنباتات والأسمدة هاي كلها كمان بتقدر تتسبب على مستقبلات الأستروجين هلأ نحن ليش بنشوف كتير أنه نساء صبايا صغار عندهم اضطرابات بالدورة التمسية مبيض متعدد الكيسات شعرانية كله له دور به هاي القصاص هلأ نحن إذا بدنا نجي هلأ الأنسى شو بدا تعمل هلأ نحن رح نقول أنه أطعت الدورة خلاص نراح الهرمون مننا طيب هي شو بدا تعمل لأنه هون نحن ادخلنا بمرحلة تانية جديدة هرمون أساسي بجسمه فقدته شلون بدا تعمل هلأ عندها ثلاث شغلات لنا لبدا تشكي منهم أول شيء في شكل أساسي هي شكل الأساسي لهبات الساخنة هبات الساخنة أغلب النساء بتراجع أني أنا عندي سخونة هلأ هين ما بيعرفوا بيفكروا حالهم مريضين أغلبهم ما بتعرف طبعا الهبات الساخنة اللي إلا علاقة بسنة اللي أسب تتميز أنه هي غالبا بتصيب القسم العلوي من الجسم وهي نوابية دورية لأنه شو بيصير في عنا هرمونات لما بيغيب الأستروجين إفرازه من جسمنا بيصير في عنا هرمونات من غد النخامية اللي بالرأس بتعمل نبضات إفرازية هلأ كونه ما في استيجابة لألعم تعمل نبضات إفرازية وما عم ينفرز الأستروجين فهالنبضات بتكون قوية بتغير تنظيم الحرارة عند الأنسة يعني الأنسة اللي بيسن اليأس إحساسها بالحرارة ممكن تحس أنه بالشوب الزايد مثلا بدرجة حرارة فينا منقول 24 بينما الشخص الطبيعي بيحس بالشوب الزايد بدرجة حرارة 30 وما فوق هي ممكن من 24 تحس إنه بالشوب الزايد تمام وبنفس الوقت هي بتحس بالبرودة الزايدة لأنه بختلف تنظيم الحروري عندها هلأ الهبات الساخنة شو علاجها الهبات الساخنة الحقيقة الأنسة بدت تكون هادية بدت تتقبل الوضع بدت تتبع نظام غزائي بدت تأكل النباتات مثلا يعني تعتني مثلا شو الأشياء اللي فيها أستروجين نباتي بدت تصير تاكل مثلا الفول الأخضر البازيلا كل شي هادنون البقوليات الخضرو وكذا الخضروات كلها فيها أستروجين طبيعي هلأ هاي طبعا أنا برق يعني بنصح إنه يعني ما نلجأ لأستروجين الحبوب يعني التعويدي هلأ الشغلة الثانية اللي بتشكي منها الأنسة هي تطورها شاشة العزام كل الأنسة بس تدخل بس تنقطع الدورة عنها حتى قبل ما تنقطع لازم تنحط على علاج بالفيتامين دا بشكل وقائي لأنه يعني بالحالة العادية هي الكلس دي يروف من عضمة خلاص يعني أحب شيء المكملات والفاتر تمام ولازم كلس كل حياته نعم نعم دكتورة يعني نحنا كنا كتير مستمتعين بالحاديث كتير تفاصيل من الحكية مهمة لكن للأسف خلصت وقتنا معاك مجبنا عليك يوم كتير حلو شكرا على كل المعلومات أهلا وسهلا شكرا لك دكتورة ورح يكون لنا وقفات تانية وحلقات نحن نحكي بالتقصيل أيضا إن شاء الله شكرا لك اشتركوا في القناة